اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منصب مدير امن ولاية بشار من 2007 الى 2010 ورئيس المكتب الوطني للانتربول من 2003 الى 2006 وكان زين الدين بن الشيخ خبير في علم الاجرام وعلم النفس بالسجن المركزي واسي ومولان من سنة 89 الى 91 900 والف وله ثلاث مؤلفات في علم الاجرام وعلم النفس الاجرام باللغتين العربية والفرنسية ومؤلف حول الارهاب في الجزائر بعنوان حوار بين ارهابي وامام فاريد بن الشيخ خبير دولي لدى مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخذرات وممثل افريقيا لدى الانتربول كما نال شهادة عرفان من رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي نظيرة جهوده في خدمة الوطن عام 2001 وتحصل على العديد من شهادات التهنئة من المدرية العامة للامن الوطني في اطار مكافحة الارهاب وشكرا ترجمة نانسي قنقر